السلام عليكم انا اسميتي ايا من الدار بيضا عندي واحد المشكلة مع الوراثة احنا لدينا واحد الفيلا في مدينة سيدي سليمان اللي حكمت لنا المحكمة باش نديروها في المزاد العلاني اللي غادي يكون ان شاء الله هنهار سبع وشرين في الشهر 11 وصبق لي ادرس واحد الاشهر وطالبين باش الناس اللي هي متواجدة كما قلت في مدينة سيدي سليمان فيها مئتين مترو جاي في واحد المنطقة مزيانة في وصل المدينة قريبا من كل شي فيها طبق صفلي اللي كي تكون من جوجة الصالونات وجوجة الغرف وكوزينة كبيرة طبق العلويته هو كبير بحال هات الشكل طبق العلويته هو كبير بحال هات الشكل فيها تخوزينة مي في غيجوش بيوت ما كاملينش في هذا وفي الدهار ديالها كينة واحد القرصونية صغيرة مهم هاد دهار هادي هاد الفيلة هادي فيها الوراثة احنا خمسة ديال الوراثة في المحكامة انا المعنية بالامر حكمات المحكامة في صليح ديالي بجدوس في المازاد العلني داز ديال المازاد العلني ديال الشهر اللي داز ما جا في حتى شي واحد باش يشوفو هالناس واللي مهتمين بالامر يتواصلو ويمشيو نهار 27 في شهر 11 هاد دهار هادي قومتها المحكامة ب 90 مليون لان الخابير مدخلش باش يشوفها شافها غير من برا لان الوراثة ما خلاوهمش يدخلوا وهي تمن ديالها ساوي كثر من 200 مليون كنعود نقولها مدخلش الخابير يقومها لان ما خلاوش الوراثة هاد دهار ما فيها تشي مشاكل محفظة ناضية ما فيها تشي مشكيل والمحكامة حكمات باش تباع قвидنا ما كينتش مشكل هي زق غادي يمشي حدد الاوى المزيد وغادي يشريها اینها ما فيها حتى شي مشاكل نهائيا لاحطنا بانه ناس قطعن فيه ه 우 ARE وكتقول بانه هدهار فيها المشاكل و الوراثة فيه المشاكل و هالدار فيها المشاكلها باش تشي واحد ما يمشي يشريها في المزيد هاد الهدركام لكنها كذوب وما كيناش الدار ما فيها حتى شي مشاكل وكان تحدش واحد يخرج يقلي الشوط فذه المشكل في هاد دار ما فيها حتى شي مشكل محفظة ناضية اللي بغى مرحبة المو يمكن عود نأكد على هاد الامر ديال هاد الاخبار اللي كتنشر في هاد المدينة هادي وكينشروها السماسرية بيناتهم وكينشروها الناس بيناتهم بانها فيها مشكل ما فيها هاداشي مشكل وكينشي ايادي خفية كتحاول تعكس هاد البيعة ولكن ان شاء الله وبإذن الله حيث الحاجة الحلال والحاجة اللي اعطاها الله كي يستر فيها سيد ربي وخاتعية وما تأكسه شحال ما بغى يتبعها وهاتش اللي غادي نقول وحسبي الله ونعملوا هكيل